اهلا بكم الى مجز اخبار الان اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان قتلى 35 مدنيا على الاقل في ضربات شنها التحالف الدولي مساء الخميس على مدينة الميادين التي يسيدر عليها تنظيم داعش في شرق سوريا وقال مدير المصر الدرامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس ان من بين القتلى 26 مدنيا من اسر مقاتلي التنظيم من جنسيات سورية ومغربية اعلنت القوات العراقية المشتركة في بيان لها تحذير قريتي بيسكي الجنوبية والشمالية شمال شمال شرق لبعاج من احتلال داعش واضف البيان ان المعارك اسفرت ايضا عن قتل 20 فردا من داعش وتكبيد التنظيم خسائر بالعتاد قال مصدر محلي في محافظة نينوى ان تنظيم داعش اعلن حالة الاستنفار القصوى وسط قضاء لبعاج بعد مهاجمة مقاره الرئيسية واضف المصدر ان البعاج تشهد حالة فوضى وارباك واضحة وسط امتشار لعشرات من مسلح داعش في الشوارع الرئيسية قتل اربعة افراد من قوات الامن المصري في هجومين منفصلين في محافظة شمال سيناء وغلت مصادر امنية ان الهجوم الاول اسفر عن قتل امين شرطة برصاص متشددين اثناء تسوقه في مدينة العريش كما قتل ثلاثة جنود في مدينة رفح جراء تفجير عبوة ناسفة في مدرعة امنية قالت وكالة انباء فارس شبه الرسمية نقلا عن امير علي حاج زادة رئيس القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري قوله ان ايران اقام الثالث مصنع تحت الارض للصواريخ الباليستية واوضح زادة ان ايران والى جانب تطوير قدراتها الدفاعية ستواصل اجراء تجاربها الصاروخية وانتاج الصواريخ مشيرا الى ان الصاروخ المقبل الذي ستنتجه بلاده سيكون الصاروخ ارض ارض دون مزيد من التوضيح اياد القضاء الامريكي تعليق قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر سفر بعض الجنسيات الى الولايات المتحدة ويذكر ان ترامب وقع في شهر اذار مارس الماضي امرا تنفيذيا يمنع دخول مواطني ست دول ذات اغلبية مسلمة الى الولايات المتحدة ويشمل المنع اليمن السودان سوريا الصومال وليبيا وايران ويحضر على مواطني البلدان المذكورة الدخول الى اراضي الولايات المتحدة لمدة 90 يوم نهاية الموجز الى اللقاء